بسم الله الرحمن الرحيم يوم العرض عريانا مستوحشا قلقا لا حشايا حيرانا إذا تقيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونطبت الموافق وقد نوديت بإسمك على رؤوس القلاء أين القلاء في القلاء؟ أين القلاء؟ اتعج بالوقوف بين يدي الله تذكر عبدالله أنك بين يدي الله توقع وأنك تتكلم حيث بينك وبينا وترجمان تتقف وتتسأل عن القليل والكثير عن الصغير والكثير تذكر خوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلقا لا حشايا حيرانا والنار فلاب من غيظ ومن غضاب على العصاة يا رب العرش غبانا يستج غضب الجبار جل جلال يستج غضبه على من حل قصر فعبد غيره وعلى برز قربه فجكر غيره وعلى من أتبغ عليه النعم ثم عصا وقف 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 محكمة شعار محكمة ذلك اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم وقف 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 يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مفرما لا تظالمه وقف 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 كتاب أترى المسرمين مسبقين من ما فيه اترك كتابك يا عبدي على مهلني فهل ترى فيه حرفا غير ما كان تخطى بك الصفوف إلى ربك للأرض عليه والوقوف بديد يديه وقد رفع الخلائق إليك أفقارهم لذا الجليل خذوه يا ملائكته وعند في عيد البلائكة قد طار قلبك واسد رعبك بعلمك عين يراجبك لذا الجليل خذوه يا ملائكته وانظوا بعهد عصر للنار عصر خلال أتعرف ذنبك أتعرف ذنبك لا يقول إين عن ربي إين عن ربي أعلم حتى يطرره بدنوب أهدا إذا رأى العصر أنه قد خلك قال أرحم الراحمين فإني خذرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وَالْمُؤْمِرُونَ بِذَارِهِ قُلْمُ لِذُكَانِ تكتلات الهجرة الإفلامية تُقَذْم وَخْصَ لفضيلة الشيخ خالد أرواح إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستطيعه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن خيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونفاءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد شاد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث سلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إقاذ الله الشيء الذي لا بد أن لا ننساه الشيء الذي لا بد أن لا ننساه أننا في هذه الدنيا ضيور وأننا نعيش في هذه الحياة من أجل الاستعداد للحياة الباقية لا بد أن نعرف ونعي أن العمر مهما طال فهو قصير وأن هذه الحياة مهما عظمت فهي حقيرة عند الله ولا تتاوي عند الله جناح بعضة لا بد أن نعرف عباد الله أن بعد هذه الحياة موت كما قال الله جل في علاه كل نفس ذائقة في الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة لا بد أن نعرف عباد الله أن بعد الموت قبر كما قال الله جل في علاه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لابد أن نعرف ونعي أن بعد القبر بعض وهو إحياء الموت يوم القيامة لشسابهم والقضاء بينهم قال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لك ابعث ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير حين علمنا هذا كله فما المطلوب من الجميع فما المطلوب من الجميع المطلوب ما قال الله جل في علاه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم الصغاب فاستعدوا عباد الله استعدوا عباد الله واحرصوا على الخواتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه قال أما مررت بوادي قومك جذبا ثم مررت به يهتز خضراء قلت نعم قالت تلك آية الله في خلقه حديث صحيح لأنه موافق لنص التنزيل قال سبحانه وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبثت من كل زوج بذيب ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحلي الموسى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آفية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور عباد الله لقد رأى الله عباده إشياء الموتى في هذه الدنيا وفي سورة البقرة وحدها خمسة أمثلة على ذلك المثال الأول قوم موسى عليه الصلاة والسلام حين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جعبا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فأحياهم الله بعد أن أخذتهم الصاعقة المثال الثالث في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل زمن موسى عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله فسعدوا فأحياه الله وأخبرهم بمن قتله قال جل في علاه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها فذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلوه المثال الثالث في قصة القوص الذين خرجوا من ديالهم وهم أولوك حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال وكيع في تفسيره حدثنا سخيان عن ميصره بن حبيب النهدي قال عن المنهان بن عمر الأسدي عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس سرجمان القرآن قال في قوله سبارة وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديالهم وهم أولوك من حذر الموت قال كانوا أربعة آلا خرجوا فرارا من الطاعون قالوا نأتي أرضا ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا فماتوا فلما كان بعد دهر مر عليهم نبي من الأنبياء فدعا رفه أن يحييهم فأمره الله تعالى أن يقول أيتها العظام البارية إن الله يأمرك أن تكتكي لحما وعصبا وجلدا فكان ذلك يحدث وهو يساهد ثم أمره فنادى أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تغمره فقاموا أحيا أن ينظرون قد أحياهم الله بعد ركبتهم الطويلة أحياهم وهم يقولون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين فكان في إحيائهم عذرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة لهذا قال سبحانه إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لدو فضل على الناس فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجة القاطعة والدلالات الدامغة ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دنياهم أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من القبر وأنه لا من جاء من الله إلا إليه فإن هؤلاء القوم خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنصد قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحدة المثال الرابع لإحياء الموت في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد عن يحليها الله فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال جلسي علاه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنه يحليها لله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبثك مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنى وانظر إلى كمارك ولنجعلك آية للنار وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير اختلف المفسرون في هذا الذي مر فقال علي هو عزير وهذا هو المشكور وقال هو القبر وقال رجلا من أهل الشام اسمه حزقبل ابن بوار قال مجاهد هو رجل من بني إسرائيل أما القرية فالمشهور أنها بيت المقرس مر عليها بعد تخريب بغت نصر لها وقتل أهلها أما المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين سأل الله أن يريه كيف يحلي الموكى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحلي الموكى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم اجعلهن يأتينك شعيا واعلم أن الله عزيز الحكيم فهذه صور خمسة في كتاب الله في سورة البقرة أخبرنا فيها المولى عز وجل كيف يحلي الموتى وكذلك فيحليهم للحشر بعد البعض فإذا علمنا عباد الله أن هناك بعض فاعلم رعاة الله أن هناك حشر وهو جمع الخلائق يوم السيامة لحسابهم والقضاء بينهم فما الله ذلك اليوم بيوم الجم قال جل شعنه يوم يجمعكم ليوم الجم ذلك يوم الضغاب وقال سبحانه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقال جل وعلا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله على يوم متجهاد تأمل في قدرة الله التي تحيط بالعباد فالله لا يعجزه شيء وحيثما هلت العباد فإن الله قادر على الإسيان بهم إن هلتوا في أجواء الفضاء أو غاروا في أعماق الأرض أو أكلتهم الطيور الجارحة أو افتلقتهم الحيوانات المفتلسة أو افتلعتهم الكيسان في البحار أو غيبوا في قبورهم في الأرض قال سبحانه أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وكما أن قدرة الله محيطة بعبادة يأتي بهم حيثما كانوا فكذلك علمه محيط بهم فلا يتخلف منهم أحد ولا يظل منهم أحد ولا يشد منهم أحد لقد أخطاهم خالقهم تبارك وتعالى وعدهم عزا لقد أخطاهم خالقهم تبارك وتعالى وعدهم عزا قال جل في علاه إن كل من في السماوات والأرض إلا آس الرحمن عزا لقد أخطاهم وعدهم عزا وكلهم آتيه يوم القيامة في سهر وقال سبحانه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أما القصد من الجمع أما القصد من الجمع عباد الله فهو للعرض والحساب قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجدي الذين أساءوا بما عملوا ويجدي الذين أحسنوا بالحسنة قال جل في علاه يومئذ يطر الناس أشتاة ليروا أعمالهم وقال جل في علاه يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخطى منكم خافية فلو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعثه عن كل شيء نعم عباد الله إنه العرض والحساب ليجدي الله كل نمس ما كسبك إن الله فسريع الحساب عباد الله أخبرنا ربنا جل وعلا عن مسكد الحساب والجزاء في يوم الحساب فقال وأسرق في الأرض بنور ربها ووضع الحساب حسبك عبد الله أن تعلم أن القاضي والمحافبة في ذلك اليوم هو الحكم العدل قيوم السماوات والأرض ليتبين لك عظم هذا المسجد وجلاله ومحافته ولعل هذا الإسراق المسنون في الآية إنما يقول عند مجيء الملك الجليل للقضاء بين العباد قالت سبحانه فلينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور كلا إذا دكت الأرض ذكاً ذكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء يومئذ بجحمة يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأمنا له الذكرى يقول يا ليسني قدمت لحياتي يقول يا ليسني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وطاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة هو مجيء الله أعلم بكيفيته نؤمن به ونعلم أنه حق فلا نؤوله ولا نحجفه ولا نكذب به والآية تنفق أيضاً على مجيء الملائكة فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن ومعها كتب الأعمال التي أحفظ على الخلق أعمالهم وتصرفاتهم وأفرادهم ليكون حجة على العباد وهو كتاب وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها قال سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مسجحين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويجاء في مرحب القضاء والحساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي حملهم الله إياها وهي إبناء الوحي إلى من أرسلوا إليهم ويشهدون على أقوالهم وما عملوه معهم ويقوم الأشخاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان منهم والأشخاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المضي أعماله ويشهد أيضا الأنبياء والعلماء كما تشهد على العباد الأرض والسماء والأيام والعيالي سأمن في قول الجفار جلت علاه جدا تلتلت الأرض جلزالها وأفرجت من الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها جومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحادها والله إنه لحساب شديد ذلك الذي سيحاسب فيه الإنسان بالذرة عباد الله يؤتى بالعباد الذين عقد الحق تبارك وتعالى محكمته العظيمة لمحاسبتهم ويقامون تشوفا للعرض عليه وعرضوا على ربك الصفاء ويؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كتبوا الرسل وتمردوا على ربهم واستعلوا في الأرض بغيذ الحق يؤتى بهم مقرمين في الأصفاد مصربلين بالقطيران قال سبحانه وترى المجرمين يومئذ مصربلين في الأصفاد شرابينهم من قطران وتغجى وجوههم النار ولسدة الحول في ذلك الموقف العظيم تجد الأمم على الركب ولسدة الحول تجد الأمم على الركب عندما يدعى الناس للحفاب لعظم ما يساعدون وما هم فيه واقعون قال سبحانه وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجدون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجدون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون إنه مكهد جليل عظيم فسأل الله أن ينجينا فيه بفضله ومنه وسرمه فما معنى الحساب عباد الله معنى الحساب بارك الله فيك أن يُقِف الحق تبارك وتعالى عباده بين يده ويُعجِفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في الدنيا من إيمان وقفر واستقامة وانحراب وطاعة وعصيان وما يستحقونه على ما قدموه من إسابة وعقوبة ثم يُعطون الكتب إما بالأيمان إن كانوا صالحين وإما بالإستمال إن كانوا صالحين ويُجمل الحساب ما يقوله الجبار لعباده وما يقولونه له وما يقيمه عليهم من حجد وضراه وشهادة الشهود ووسم الأعمال أما نوع الحساب عباد الله فأسير ويسير ومنه حساب التكريم والتوبيخ ومنه الفضل والصف والعقوب والذي يتولى ذلك كله هو أكرم الأكرمين وأحسب الحاسبين وأترع الحاسبين وطيوم السماوات والأراضين شعار محكمة لذلك اليوم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله تريع الشهاب يا عبادي إني خطن خط المعلى نقلي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فهو العدل سبحانه لو عزب عباده جميعا لم يكن ظالما لهم لأنهم عبيده وملتر والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء فهو العدل سبحانه لو عزب عباده جميعا لم يكن ظالما لهم فهو العدل سبحانه لو عزب عباده جميعا لم يكن ظالما لهم لأنهم عبيده وملكه والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء أياما ليس لي منه مدير بعضك من عذابك أستجير أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت الواحد مولى الغفور إن عبدأتني تبسوء فعلي وإن تغذر فأنت به جزير أتغو إليك منك وأين إلا إليك يسر المستجير ولكن الفقى تبارك وتعالى يحاسبه محاسمة عادلة تليق بمحكمته وعدله وعظمته وجلاله وقد بين لنا سبحانه في كثير من النصوص جملة من الغواعب التي تقوم عليها المحاكمة فمنها الأجل السلام الذي لا يسره الظلم ونضع الموادين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نسم شيئا ومن غواعب تلك المسكمة أن الله لا يآخذ أحدا بجليل ربي أحد قال سبحانه ولا تذروا وادرة الوجر أخرى بل كل نفس بما كتبت رحينا بل كل نفس بما كتبت رحينا ومن تلك القواعد أيضا اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محفرة وما عملت من خير محفرة وما عملت من سوء تود لأن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد ومن قواعد المحاكمة في ذلك الجو تقامة الشهود على الكفرة والمنافقين والحجرة اليوم نختم على أفواحهم وتكلمنا أيديهم وتجهد أرشدهم بما كانوا يكسبون وقال سبحانه اليوم تجهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرشدهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الفق المبين عباد الله عماذا سيكون السؤال في ذلك اليوم عماذا سيكون السؤال في ذلك اليوم هذا ما سنتابعه وإياكم في الخطبة الثانية نزعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونزعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وواتعوا لإخواركم وواتع الله لكم الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي لا رضوانه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله ومن تقوى الله الاستعداد للوطوف بين يدي الله جل في علامه عماذا سيكون السؤال في ذلك اليوم الذي سيسمع الله فيه الأولين والآخرين اتمع بارك الله فيك اتمع السؤال وأعز الجواب بارك الله فيك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تزولوا أي إلى الجنة أو إلى النار قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عنهم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علمه رواه الترمذي وقال الألباني إسهاده حسن رحمه الله قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله والسنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نفس الله فأمساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائدون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاسعا متصدعا من حجية الله وتلك الأمثال نضربها للناف وتلك الأمثال نضربها للناف لعلهم يتفكرون لا تظنن الأمر ساهل عبد الله بل في ذلك اليوم يشتد غضب الجباب جل جلاله بل في ذلك اليوم عباد الله يشتد غضب الجباب جل جلاله يشتد غضبه على من خلقه فعبد غيره وعلى من رزقه فشكر غيره وعلى من أسبغ عليه المعم ثم عفاه عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر وقو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم موضع على المنبر في قول الساهي سبارك وتعالى وما قدر الله حتى فجره والأرض جميعا غضبته يوم القيامة والثماوات مطوياة بيمينه سبحانه وتعالى عما يخركون قال صلى الله عليه وسلم يأخذ الله عز وجل ثماواته وأرضه بيديه فيقول أنا الله فيقول أنا الله ويقفض أصابعه ويرضبها ويقول أنا الملك أنا الملك قال ابن عمر والله كأني أنظر إلى المنبر يتحرك من أكبر شيء منه والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عليه وأنا أقول أصاقق هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فتأمل حال العصاة والمجرمين في ذلك اليوم يوم يكسد غضب الجبار جبت في علام قال سبحانه ويوم يحفر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها سهد عليهم سمعهم وأبطارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم مما تعملون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم خسرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أمداكم فأصبحتم من القاسرين فإن يحفروا فالنار مسوى لهم فإن يحفروا فالنار مسوى لهم وإن يستعجبوا فماهم من المعتبين يطلبون رضا ربهم فلا يستجاب لهم فتأمل عبد الله موقفك غدا بين يدي العزيز الخفار والله إنها ساعة لا يخفى على المقنين رهبتها ولا على المتقين سجدتها اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وفق الموازيننا زفعنا عن النار أدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا فلق الأحساء حيرانا والنار تنفض من غيظ ومن غضب على العصاة ورفو العرش غضانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى به حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقبرت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادا الجليل نادا الجليل خذوه يا ملائكتي وانضو بعض العصا إلى النار عفتانا نادا الجليل خذوه يا ملائكتي وانضو بعض العصا إلى النار عفتانا المسركون غدا في النار يلتجب والموهدون بدار القلب تسكانا قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابك يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حبيبا من استدى فإنما يهزد لناسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذروا وادرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال الزجال ذكر العنق عبارة عن اللذوم كلذوم القلادة للعنق وقال ابن أكثر كل آدمي في عنقه قلادة يكتب فيها نصفة عمله فإذا ما تطويت وإذا بعث نشرك وقيل له قرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حبيبا قال ابن عباس رضي الله عنه معنى طائره أي عمله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا قال الحسن يقرأ الإنسان الكتاب أميا كان أو غير أمي يعرف القراءة أو لا يعرفها ينصق ويقرأ في ذلك اليوم تتخيم نفسك تتخيم نفسك إذا فطايرت الكتب ونطبت الموادي وقد نوديت بإسمك على رؤوس القلائف أين فلان ابن فلان أين فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الزاف فلما إلى العرض على الله وقد هُكِلت الملائكة بأخرك فقربتك إلى الله لا يمنعنا اتباه الأسماء في إسم أبيك فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء وإذا قرأ النداء بالدعاء فعلمت أنك المطلوب فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء وإذا قرأ النداء بالدعاء فعلمت أنك المطلوب فارتعدت رائطك واضطربت جوالحك وتغير لونك وطار قلبك تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف من يديه وقد رفع الخلائط إليك أفطارهم وأنت في أيدي البلائكة قد طار قلبك واستجر عبك بعلمك عن يرادبك أنعدي بن حاسم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا فيكلمه ربه ما منكم إلا فيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أجهما منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى أوجه فاتقو النار عباد الله ولو بسكة رواف رواف البطار تخيل عبد الله تخيل عبد الله نفسك واقفا بين يدي ربك في يدك في يدك صحبت مخدرة بأملك لا تغادر بنية الكثمتها ولا مخبأة أسررتها وأن تتطرع ما فيها بلسان كبير وقلب منكسر أسر والأهوال مخدقة بك من بين أديك ومن خلفك فكم من بنيت قد كنت نتيتها تكتركها وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أضمرها وأبداها كم من عمل ومن سأنه تلملك وصلت لك فرده عليه فكم من عمل ومن سأنه تلملك وصلت لك فرده عليك في ذلك الموقف وأحفظه بعد أن كان أملكت فيه عظيمة فيا حسبت قلبك ويا أتبك على ما فرضت فيه من طاعة ربك أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يغب القيامة إلا خلك ليس أحد يحاسب يغب القيامة إلا خلك فقلت يا رسول الله فليس الله قد قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابي فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما ذلك العظم وليس أحد يناقص الحساب يغب القيامة إلا عدد متفق عليه ثم يبدأ الحساب وتكشف الحقائق وتظهر الفضائع تذكر عبد الله أنك بين يدي الله وقوط وأنك تتكلمه ليس بينك وبيضه ترجمان ستقف وتسأل عن القليل والكثير عن الصغير والكبير ستسأل عن العمر عن الشباب عن المال عن كل نظرة عن كل كلمة قلتها يوم تجد كل نظر ما عملت للبيض المصبر وما عملت للسوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعدك ويحذركم الله نبدا والله رؤوكم بالعباد ستسأل عن كل صلاة تخلق عنها وهل أعطت الصرم والتكاه هل أمرت بالمعروف ونهيت عن الهوك ودافعت عن أعراض المسلمين ستسأل عن صفوق وواجبات وأوامر ومنهيات فمنهم من يحاسب حسابا يسير وينقلب إلى أهله مسرورا ومنهم من يحاسب حسابا أسير ويدعو سبورا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله إن الله يدن المؤمن منه يوم القيامة فيضع عليه فنفة أن يضع عليه ستسرة فيقول خلال أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا يقول إي نعم ربي إي نعم ربي أعلم حتى يقرره بدنوبه حتى إذا رأى أن عبد أنه قد هلك قال أرحم الراحمي فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسنى فيه بيمينه فهذا هو الكتاب اليسير أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فحاسبوا عن فتكم عباد الله حاسبوا عن فتكم عباد الله واستعدوا للعرض أمام الله جل في علا إلى المسى الغفل عباد الله ومناد الله ناديكم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة المعرضون اعلنوا عاك الله أنه عند فرعة الموت لا أترة تقال ولا ثوبة تنال كان خليد العصري يقول كلنا أيقنا بالموت وما نرى له مستعدنا وكلنا أيقنا بالنار وما نرى لها خائفا وكلنا أيقنا بالزلة وما نرى لها عاملا إلى متى الغفلة عبد الله أين ندمك على ذنوبك وأين حذنك على عيوبك إلى متى تؤذي بالذنب نفسك وتضيع يومك كما ضجعت أمسك لا مع الصادقين لك قدم ولا مع السائبين لك ندم فهل لبصت يدا سائلة وهل لا أجريت دموعا سائلة انتبه قبل أن تنادي رباه ارجعون فيقال ما شيء بينكم فبين ما يشبهون انتبه قبل أن توقف أمام الله للعرض فتقول يا حسرة على ما صرت في جنب الله مر الحسن البصر على أقوام يضحكون فقال هل مررتم على الصراف قالوا لا قال أتدرون إلى الجنة يؤخذ بكم أم إلى النار قالوا لا قال على من ضحك لا على الصراف مررتم ولا إلى الجنة تؤخذون ولا من النار تنجد وتضحك تأبوهم يأكدوا ويتمتعوا ويلهقوا مزهبا فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أجدوا الحقوق وتحللوا من بعضكم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار أخلطوا أعمالكم من الله حافظوا على الصروات انتهوا عن الحواحش والملكرات توبوا إلى الله ثوبة مصروحة اللهم إننا نبهلك ثوبة مصروحة قبل الموت وسهادة عند الموت فرحمة بعد الموت يا رب العالمين اللهم اذكر في ذلك اليوم عوراتنا وأمن فيه روعاتنا فقل فيه موازيننا ذكرنا فيه عن الذار وأبسلنا فيه الجنة يا رب العالمين اللهم أسمح شباب المسلمين اللهم أسمح شباب المسلمين اللهم ردهم اليك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم ارحم التين وبارك في أعبارهم يا رب العالمين احفظ رتاعنا وأصالنا من انتثى ما ظهر منها ما ضرب أؤمن في أوطاننا أصبح أيما اونا فامرنا تجعل ولايةنا في من قافك والتقاء واتبع رضاك يا رب العالمين انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك انصر من نطرهم واضل من قدلهم صنع راضهم وحسن دماءهم وتقبل سهداءهم وفك أسران وأسراهم اللهم اكتش عدوك وعدونا من يهود ونصارى وحاقدين واضح المناسقين والمعتدين يا عليم يا خبير يا قوي يا عزيز ندرأ بك في نحورهم ونعود بك اللهم من سرورهم اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية ولا تحفظ لهم في بلاد المسلمين غاية اللهم يخرجهم من بلاد المسلمين أبلة القاغرين يا قوي يا عزيز عباد الله إن الله يأمر بالعزي والإحسان وإحسان القربة وينهى عن الفحساء والملكي والبر يعظكم لعلكم تذكرون تذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وذكرواه على نعم الهيات السرور واتقبلوا تحديات إقوان تاني في تسجيلات العجرة الإسلامية في الخبر صندوق بريد راكم 2-0-5-9-7 الخبر 3-1-9-5-2 هاتف راكم 3-0-8-9-5-4-6-9-7 3-0-8-9-5-2-4-9-6 الإقراج الثاني والهندسة الصوتية 6-0-8-9-7 والسلام عليكم ورحمة الرحمن الرحيم وفور الدين وبركاته فذكر قوفك يوم العرض عريانا مستوحشا طلقا لاحشايا حيرانا والنار تلاب من ضيط ومن غضاب على العطاة رب العرش غضابا والنار تلاب من ضيط ومن غضاب على العطاة رب العرش غضابا اخرى كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة